السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد وموقع مفيد وجديد على قناتنا النهاردة والنهاردة مع perplexity.ai ممكن من خلال هذا الموقع تستخدمه كsearch engine أو محرك بحث من مميزاته أنه هو user friendly يعني user friendly أنك لما تخش عليه استخدامه سهل جدا مش معقد هتلاقي نفسك قادر أنك أنت تتعامل معاه بمنتهى السهولة ونحن النهاردة هنشرح إزاي تستخدم perplexity.ai من خلال فيديو اليوم أول ما هتخش كده هتلاقي عندك زي يعني نقدر نقوه زي search box كده تقدر أن أنت تأسك أي حاجة وهو يرد عليك أولا لما أجي أخش هنا ask anything أخش أسأل أي حاجة هتبص تلاقي عندك هنا في حاجة اسمها focus وهنا بتفوكس على حاجة معينة وفيه قتاش لو أنت عندك bdf لو أنت عندك image لو أنت عندك text عايز أن أنت ترفحهم وتتعامل بقى أو ممكن تعمل conversation أو محتى من خلال bdf ده مثلا عايز تسأل شوية أسئلة هو بيديك عدد معين خلال اليوم هنا مثلا to left to day أنا مثلا ممكن أكوني استخدمته كذا مرة في عندك الفوكس وده بالنسبة لي المهم جدا أن أنت all بتsearch across the entire internet بتدور من خلال الانترنت عادي جدا كأنك بتعمل وتسأل سؤال وهو بيعمل لك web browsing عندك الأكاديمي من اسمه كده academy search in published academic papers بيدور في public academic papers الناس اللي بتعمل ماجستير بتعمل دكتوراه بتعمل assignment حيفيدها قوي أو بتعمل مثلا بحس حيفيدها قوي الحتة بتاعة الأكاديميك لأن ده هنا هيخلي يركز على الأكاديميك بيبر أو الأوراق البحثية عندك بالنسبة لي writing هنا بيجينريت التاكست to or a chat without searching the web هنا بيجينريت تاكست أو بيشات معيك من غير ما بيعمل search على الويب في عندك حاجة اسمها wall frame alpha ده كده عبارة عن زي knowledge engine برضو ممكن انك انت تستفيد بي وأعتقد ان احنا ممكن نكون متطرقنا له أو حنتطرق له الفترة الجاي نتكلم عنه بالتفصيل في عندك اليوتيوب انت ممكن تdiscover and watch videos يعني هنا انت بتتكلم فقط على الفيديوهات بتاعت اليوتيوب بتكتشف بتشاهد هنا انت ممكن تركز على اليوتيوب وهنا الجزء المتعلق ب reddit platform اللي هو search for discussion بتدور على مناقشة معينة على منصة reddit فبتستخدم الجزء ده فانت هنا تقدر تفوكس على الحاجة اللي انت عايزها تقدر هنا تقتاش text أو image أو pdf وتسألوا عنهم وليك عدد محدود حوالي وحبتدي ان هنا ان انا شوف برضو هلايه في حاجة اسمها try copilot الناس هتقول لي هو ال copilot ده لو فعلته ايه مسته برضو ليك عدد محدود تستخدم في ال copilot ال copilot بيديك تفاصيل اكتر من خلال انه هو بيسألك يعني انت هنجرب دوقتي مع بعض ال copilot انت هسأله حاجة وهو حيبتدي يستصر منك اكتر عشان يبديك نتائج اكتر فال copilot بيكون more accurate او دقيق اكتر في الحصول على النتيجة من خلال انه هو بيسألك وانت بترد عليه تعالى الاول كده نجرب ask anything ask anything انا هسأله اي حاجة وممكن هنا افوكس على حاجة محددة هنا مثلا ممكن اقول له على اليوتيوب اوكي هنا هقول له what are the best youtube channels to learn programming وبتقدم ال content في ال Arabic language وحبتدي ان انا اقول له search واتاكد بس انا مش مفعالة ال copilot هنجرب ال copilot مع بعض ونشوف هيدديني ايه اولا هنا بيديني sources لفيديوهات بتتكلم عن افضل 3 قنوات عربية لتعلم البرمجة وهنا في fundamentals of programming وكل sources دي لها علاقة بالبرمجة وهنا هيتدي يرد علي على افضل القنوات اللي بتعلم programming باللغة العربية وبيقول لي ان القنوات دي بتعمل ايه وعبتدي ان انا اروح لها في كمان عندي هنا حاجات related للموضوع نفسه اللي انا بدور عليه يعني related يعني تابع الموضوع اللي انا بدور عليه what are the programming language ممكن هنا يديني معلومات عن افضل programming language الناس اللي عايزة تعرف مثلا ايه هي java python c++ وبيديني انت عن كل واحد بعض الناس هتقول لي ممكن ان انا اطلب منه بالعربي ممكن انا اطلب منه بالعربي وحنجرب بالعربي احنا كربنا بالانجليش هنجرب بالعربي هنجرب حاجة تانية ممكن اقول له ما هي افضل الاوقات لرفع مثلا فيديوهات على اليوتيوب مثلا يعني اوكي وهنا هبتذي بقى ادور اوكي انا بسأله سؤال وحبتذي ان انا ادور واشوف الاجابة هل حايدين الاجابة باللغة العربية هنا هيديني الانصر او الاجابة باللغة العربية عشان الناس اللي بتقول لا الحاجات دي بتدعم اللغة الانجليزية او بتدعم اللغة العربية هنا بيقول لك افضل الاوقات حسب الفئة المستهدفة والمحتوى المقدم وكده كده انت باليوتيوب بتقدر تعرف افضل اوقات بس انا هنا عطيت السؤال عام وافضل الاوقات رفع الفيديوهات وفق للدراسات وهي خلال ايام الاسجوع من الحد للاربع وبتعطيك الفترة الزمنية من 6 مساء حتى عشرة مساء بتوقيت المنطقة الزمنية اللي انت بتستهدف الناس فيها حسب الوقت يعني 6 العشرة زي يعني التوقيت ده حسب المنطقة الزمنية هنا حيديك شوية اسئلة متعلقة بالموضوع اللي انت بتتكلم عليه وهنا شوية فيديوهات بتتكلم عن افضل وقت النشر الفيديو على اليوتيوب ممكن انت تروح لي اليوتيوب فيديو وتشوف الفيديو نفسه ده بالنسبة لي السؤال مثلا اللي انا سألتو باللغة العربية نرجع مرة ثانية كده ونبص ونشوف هنا بحبتدي ان انا اروح افعل الكوبايلوت لتتكلم 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 حفعل الكوبايلوت هنا بيبتدي نفهم الكويل وهنا بيسألني سؤال وهنا اخده بيلك بقى and please enter the purpose of your travel انت عايز تسافر لي وهنا what is your main purpose for your travel هل انت رايح sightseeing wild live viewing عايز تشوف المناظر الطبيعية هقول له اه عايز اشوف المناظر الطبيعية festivals احتفالات انا هنا هقول له wild viewing ده ال purpose وحبتدي اقول له send بدل مكتب يعني بيوفر علي اختيارات هنا بيسألني فهنا عطاني paste time وعطاني ال answer بناء على السؤال اللي سألوا عشان يديني اجابة دقيقة على حسب انا عايز اسافر ايه هو انا مسافر وخراس في festival هناك انا عايز اروح اشوف الطبيعة انا عايز اروح اعمليه يبقى لازم الغرض عشان على اساس ويديني paste times ده ميزة ال co-pilot بيكون اكثر دقة من البحث العادي في بقى شوية حاجات هنا ممكن نروح نبص عليها عمل السهم كده هنا ده طبعا ال history الحاجات اللي انا بدور فيها دي اللي هي library يعني وفي عندي هنا discover ممكن اروح اعمل discover لشوية content جوه هنا ممكن لو شدتني اروح لها وفي هنا library وفي هنا حاجة بقى مهمة جدا الجزء المتعلق بال collections اممكن اروح اعمل plus كده واعمل collections مثلا لو انا بسأل على بشكل عام اوكي بعمل posting on youtube اعمل collection لعلاقة بالposting على اليوتيوب هعمل وصف لي وبعدين هقول create وهنا هعمل icon من خلال الحاجات اللي هو عطيها لي عشان اقدر اميز مثلا اعمل create بالمنظر ده فانا هنا عندي to collection انا بس اوريتك انا كنت عامل collection من قبل ممكن بقى في collection ده اضيف احط هنا اللي انا عايزي فهنا مثلا ايه ممكن احط هنا plus add to collection وضيف on youtube فانا هنا هبقى عارفة ان الحاجات المتعلقة باليوتيوب موجودة في collection معين الحاجات المتعلقة بالacademic في collection معين وهكذا فتقدر انت تعمل collections جوه ال library بتاعتك وبالتالي حاجة تكون منظمة اكتر تعالي بانجرب حاجة اخيرة ال attach ممكن اروح اعمل attach كده ومعرفش ليه عدد مرات لسه ولا لا بس ممكن اجرب ان ارفع pdf pdf هنا هقول give me a summary about this pdf ديني كده summary انا مش فاكرة اصلا pdf ده بيتكلم عن ايه او محتوى ايه فانا هخليه ان هو يديني زي summary عنه هنا هيبتدي الانصر يديني summary عن pdf ده بيتكلم عن ايه بيتكلم عن project leadership وحيبتدي يديني summary عن pdf وطبعا انت ليك عدد محدود شكل يومي عشان بس تبقى عارف يعني انا هنا مثلا في الاتاش فضلي مرة واحدة لو انت عندك pdf وعايز تتناقش معه pdf ده بيكلم عن ايه طلع للنقط الاساسية الكلام ده بالنسبة الموقع النهاردة perplexity.ai الذي يعتبر كسير انجن او محرك بحس اشوفكم في فيديو قدم بإذن الله على قناة كل يوم موقع جديد وزي بقول لكم في نهاية كل فيديو لو بتشوفنا الاول مرة متنساش تعمل سابسكرايب اشتركوا في القناة